السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين الكرام في كل مكان في هذه النشرة الجوية لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل أخبار التقص ببلادنا المغرب وفق آخر تحديثات النماتيج العالمية نستهل النشرة الجوية متابعين الكرام بتوقعات حالة التقص اليوم الجمعة 19 يناير حيث من المتوقع إن شاء الله خلال الفترة الصباحية تستقبل المملكة منخفضا جويا سيكون محملا بأمطار غزيرة بإذن الله تعالى وسيهم أمر المناطق التالية تامري وكذلك مدينة صورة وخمس ولاد الحاج آسفي والولدية سيدي بن نور ولاد فريجة الجديدة وكذلك برشيد والدار البيضاء بن سليمان رباط وكذلك لمستوى المناطق الشمالية الغربية للبلاد سيدي اللالة التازيل اللميمون العرائش والزان وكذلك تابودا وشفشون وكذلك مدينة صورة والعرائش وطنجا وططوان هذه المناطق بإذن الله تعالى معنية بالتساقطات المطرية التي ستعرفها المملكة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة خلال الفترة الصباحية دائما من المتوقع أن تتوسع هذه التساقطات الرقعة من التساقطات المطرية لتصل إلى مدينة الحسيمة بابرد وكذلك تازفاس سيدي سليمان وططوان والعرائش وكذلك الرباط مع احتماله ببرياح شمالية غربية على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية للمغرب ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تصل تساقطات المطرية إلى مدينة خريبكا وسطة وكذلك الجديدة وابن قرير وأسفي وششاوة والصويرة وذلك خلال الفترة الصباحية دائما من يومه الجمعة هذا ومن المتوقع دائما أن تستمر الأجواء المستقرة على مستوى المناطق الجنوبية وكذلك الجنوب الشرقي للبلاد وكذلك الواجهة الشرقية للمملكة وفيما يخص حالة الطقس بإذن الله تعالى لفترة بعد الزوال من يومه الجمعة من المتوقع إن شاء الله أن تعرف معظم المناطق الشمالية والشمالية الغربية للبلاد نزل تساقطات مطرية وأمطار غزيرة قوية على مستوى هذه المناطق التي تظهر على الصورة حيث من المتوقع إن شاء الله أن تكون الدريوش وأصوى ساكا وكذلك أقنولا ساكنتونات تزاة ألفاس قرية أبو محمد تابودا والزان كامن سيد سليمان مكنس وكذلك إفران وسكورامتاز الخميسات والماسة الرماني وكذلك متابعين الكرامة خطنيفرا وزاوية الشيخ واتزم وخربقة أن تكون هذه المناطق على موعد مع تساقطة مطارية غزيرة بإذن الله تعالى بداية من بعد زوال يومه الجمعة وفيما يخص المناطق الوسطى للمغرب فمن المتوقع إن شاء الله أن تصل هذه التساقطات المطارية إلى بن جرير وقلات السرغنة وسيد بعتمان وشيشة وكذلك اليوسفية وأيت داود وخلال الفترة المسائية بإذن الله تعالى من المتوقع إن شاء الله دائما أن تستمر تساقطات المطارية المهمة والقوية على مستوى معظم المناطق الشمالية للمغرب مع احتمال أن تكون هذه الأمطار مصحوبة بهبو برياح شمالية غربية بإذن الله تعالى فيحد من المتوقع إن شاء الله كذلك أن تعرف الواجهة الشرقية خلال الفترة المسائية من يومه الجمعة نزول تساقطات المطارية خلال هذه الفترة ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تشهد مرتفعة لطلس الكبير والمتوسط نزول تساقطات المطارية متفرقة على مستوى قدير بوشيباء زلال وكذلك ابن ملال وزاوية الشيخ وتنفيت وفيما يخص الفترة الليلية من يومه الجمعة دائما من المتوقع إن شاء الله أن تستمر تساقطات المطارية على مستوى المناطق التي تظهر على الصورة متابعنا الكرام أدى فيما يخص حالة الطقس الخاصة بيومه الجمعة وبالنسبة متابعنا الكرام لساعة الأولى من صباح يوم السبت من المتوقع إن شاء الله أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي على مستوى المناطق الشمالية وكذلك الوسط للبلاد أدى فيما يخص متابعنا الكرام حالة الطقس الخاصة بيوم الجمعة وكذلك يوم السبت القادمين نلتقي إذن في نشرة قادمة بإذن الله تعالى ووفق مستجدتنا جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر